خلينا اتكلم على النصابين الإليت التسويق الشبكي والحاجات اللي هي على الانترنت والناس الشيك اللي بتقعد في كافيهات المهندسين الوجه الآخر للمستريحين الشيك صحيح ويعني زي ما كان زمان في الأفلام يجيب لك النصاب والحرامي لابس فنلا كده مقلمه وحط بتاعه في ايده كده فيها كباسيله يعني هو بقى حرامي وفتوى ونصاب لا دلوقتي بقى فيه نصابين من أصحابك ربطات الشيك اللي فيه لابس التشيرت البراند وحط بيرفيوم معين وعربيته وقفة وبتاخد أشكال مختلفة يعني فيه ناس نصابين بينصب عن طريق الزواج يشوف ولاد العائلات وولاد الناس ويضحك عليها ويبهرها وبعد كده هو تتجوزها ويفتشها يعني ياخدوا الوراها واللي قدامها والدراما يمكن صلاته تدوء على نوع نصب تكتير شكل تاني انه بيخش المجتمعات الراقية اللي هم أصحاب رؤوس الأموال علشان يسببلهم قناعة فيبتود يعملوا مشروع مشترك وهو ما حلتوش حاجة ويوهمهم بعلاقاته وبدراساته الخارجية وبشاهداته الأجنبية وكل ده هو ما عندوش ده موجود ده آه موجود ده في القرى السياحية اللي هي لفل بتاعها عالي موجود النوعيات دي آه موجود النوعيات دي فيه لابس الشرط الهواء وكده والتشيرت الجميل والنظارة وعمل كريمات والعضلات قد كده ولكن تيجي تكلمه ومسك الهواء بأيديه حلتوش حاجة إنما ده الوسط اللي هو رايحه علشان يخترقه وهو النصاب زاكي بيبقعد محدد هدفه وعارف حيطلع بإيه ودائما يقول لحضرتك إيه مثلا أنا حروح تلت شهور في المصيح الفلاني أنا عاوز تطلع بخمستاشر مليون أو وعدوا تلت شهور واشوف حطلع بكام أيهم أقرب وازاي يتم اختراق المجتمع اللي احنا بنتكلم عنه بقى عنده قدر كبير وقدر كافي من التعليم زا يتم اختراقه ويتم النصب عليه لو أحيط نتكلمه على إنه المشكلة هنا بتبقى مشكلة وعي شوية بنسبة كبيرة يعني بص حضرتك الإنسان طالما أخترق من جانب المشاعر ووجدان ولمس مع حد خلاص بيبقى ذاهب العقل يعني قاراته كلها بتبقى غير منطقية جرابي حضرتك كده قدي قرار بعقلانية رشيدة وقارب فيه محب وفيه مشاعر وفيه سلوك أنسانة هتلاقي القرار اللي فيه الحب والمشاعر قراره مختل شوية فدايما النصاب مش بدخل عليك من أول السطر في المجتمعات الراقية ده بيكون معاك علاقة اجتماعية وبعدين بيعمل حاجة يبقى فيه ارتباط شرطي دايما ما تقدرش يستغني عنه سي مثلا كل يوم لازم يلعب معاك طولة بالليل كل يوم لازم يقولك نكتة عشان يبقى دامه خفيف كل يوم متعودة منه يحكيلك عن ذكرى من الذكرات الجميلة اللي بتعمل نستولجيا فبقى وجوده أساسي في حياتك لمس في الوجدان لما يلمس في الوجدان يعرف يسبب لك قناعة بغض النظر عن عقلانية اللي بيقوله أو لا أو يدي لك حتة عجوة زي معاد الإمام اللي قال عليها عاد الإمام في الفيلم أغلى حتة أغلى كيس بلح ترجمة نانسي قنقر موسيقى